أعزائي الطلبان نكمل معكم الفرق سبعة من النظرية والفرق سبعة هو هذا يعني أن مجموعة كل المجموعات المشاركة من جهة اليسار للسبوغروب H في الجي رح تكون تجزئة على جي شنو معنى تجزئة؟ لتجزئة معناتها أن هذه المجموعات المشاركة اتحادها تساوي الجي وتقاطع أي اثنين منها يساوي خالية حتى نبرهن هاي الحقيقة أولا بما أنه بالفرض يقول لي هو قايل لي مختلفة إذن أي اثنين منها هي مختلفة إذن تقاطعهم رح يكون خالي يعني ما بياناتهم تقاطع أريد أبرهن أنه الجي يساوي الاتحاد اتحاد كل المجموعات المشاركة الآن حتى أبرهن المساوات لازم الجي سابسيت من الاتحاد والاتحاد سابسيت من الجي أولا رح أبرهن أنه الاتحاد سابسيت من الجي الاي ستار ايش سابسيت من الجي لكل اي بواسطة تعريف الكوسيت مجموعات المشاركة فإذن الاتحاد رح يكون سابسيت من الجي هذا رقم واحد الآن أرده برهن العكس أنه الجي سابسيت من الاتحاد رح أخذ عنصر بالجي المفروض ألقيه بالاتحاد الاي ينتمي إلى جي يؤدي أنه الاي ينتمي للاي ستار اتش من نظرية سابقة وهذا يؤدي أنه الاي ينتمي إلى اتحاد كل المجموعات المشاركة في جي إذن جي سابسيت من الاتحاد من واحد واثنين رح تطين المساواة متحققة المثال التوضيحي عن هذا الفرع من النظرية هو المثال رقم 17 The group Z6 مع الجمع قياس 6 is abelian Find the partition of Z6 into coset of the subgroup H0 يقول لي جد التجزئة لهذه كل التجزئة للZ6 بواسطة الH اللي هي 0 و3 مثل هاي جنوع من الأمثلة هاي من الأمثلة المهمة اللي ممكن تجي بالامتحان فالجواب شنو أدي Z6 عناصرها 0 و1 و2 و3 و4 و5 لو أجي أشارك هذه الH بعناصر الز من جهة اليسار يعني أجد كل المجموعات المشاركة من جهة اليسار يعني الصفر زائد الH والجمع قياس 6 رح شيكون صفر زائد صفر صفر زائد ثلاثة ينطين الH نفسها الواحد زائد الH رح تنطيني الواحد زائد صفر واحد والواحد زائد ثلاثة أربعة والاثنين زائد H أيضاً اثنين زائد صفر واحد واثنين زائد ثلاثة خمسة وهنا ثلاثة 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 ستة قياس ستة صفر الاربعة زائد صفر اربعة واربعة زائد ثلاثة سبعة قياس ستة واحد وخمسة زائد H يساويلي الخمسة زائد صفر خمسة وخمسة زائد ثلاثة ثمانية قياس ستة اثنين الآن ما هي المجموعات المختلفة من هذه المجموعات المشاركة؟ أولاً الصفر ثلاثة هذه مجموعة واحد أربعة واثنين خمسة ثلاثة صفر هي نفسها H والاربعة واحد هي نفسها واحد زائد H والخمسة زائد H هي نفسها ثنين زائد H إذن راح تصفالي من هذه المجموعات المجموعات المختلفة فقط هي كل of the cosset of H are 0-3-0-1-0-4-2-5 عند سنز زائد ستة زائد مع الجمع قياس ستة إذا أريد ينقروف فإن the left cosset is equal the right cosset يعني مجموعات المشاركة من جهة اليمين راح تساويلي المجموعات المشاركة من جهة اليسار يعني هذه المجموعات هي الي تكون تجزئة للزت ستة لون لاحظ أي ثنين منهم ما يتقاطعون واتحادهم يمطيني الزت ستة نفسها هنا لدينا مثال هذا المثال هذا هو المثال يكون homework in S3 مع السيركل والH هي F1 F4 find the partition of S3 into left cosset of H and the partition into right cosset of H يعني هنا يريد من عندي من الليفت ومن الright لأن S3 مع السيركل ليست إبدالية فرح أجد المجموعات المشاركة مع الس3 من جهة اليمين ومن جهة اليسار الآن التعريف رقم 10 هذا التعريف يبين لعدد المجموعات المشاركة من جهة اليمين أو من جهة اليسار إذا كانت الزمرة G منتهية فإن الدليل يساوي order G على order H قانون بسيط نحصل عليه من على الدليل الـ example 19 الشي ينطيني ينطيني الـ S3 مع السيركل والـ H تساوي F1 F2 F3 كم الدليل لهذه الـ H في الـ S3 S3 نقطتين H تساوي order S3 على order H order S3 إحنا نعرفه ثلاثة فكتوريال اللي يساوي ستة على ثلاثة order H ثلاثة فتساوي الاثنين إذن توجد مجموعتين مشاركة من جهة اليسار أو من جهة اليمين example 20 قدي Z6 مع الجمع قياس 6 والـ H0 ثلاثة المثال السابق اللي حليناه فنشوف الـ index Z6 على H فساوي دي ستة عدد عناصر الزمرة ستة وعدد عناصر الـ Subgroup هي اثنين فتنطين ثلاثة وفعلا احنا وجدنا المجموعات المشاركة من جهة اليمين أو اليسار هي ثلاث مجموعات الآن نظرية رقم 14 وهي من النظريات المهمة اللي هي لها عنوان واسمها لاغرانج نظرية لاغرانج هذي النظريات اللي لها عنوان هذي مهمة جدا بالامتحان تنتبهون طلاب الأعزاء كل نظرية لها عنوان وإحنا قلنا من بداية العام الدراسي هذي تكون مهمة وعليها نخلي نقاط كثيرة الآن منطوق النظرية let H be a subgroup of a finite group G star then the order of H is a divisor of the order of G يعني عند ال H subgroup من زمرة finite فإن order ال H يقسم order G نجمبرهن let G be a finite group بالفرض قال لي أنه G هي زمرة منتهية إذن الأوردر لها رح يكون يساوي N وال H subgroup من هذه الزمرة أيضا رح يكون أوردرها يساوي M أريد أبرهن أنه أوردر H يقسم أوردر G شنو معنى يقسم؟ يقسم وقلنا بدون باقي يعني M تقسم N يعني N تساوي M K الآن برهن since G is finite لأن G منتهية فالإندكس ل H في G رح يساوي لي K حسب الريمارك السابقة فلتكن المجموعات المشاركة لل H من جهة اليسار تكون رح أمثلها A1 star H A2 star H إلى K star H هذه المجموعات المشاركة قلنا هي تكون تجزئة لل G فإذن اتحادها يساوي G وتقاطع أي اثنين منها يساوي خالية فأوردر كل مجموعة منها رح أجمع أوردر كل مجموعة مشاركة رح يساوي لي أوردر الزمرة نفسها الآن أوردر المجموعة المشاركة يساوي يعني عدد أناصر المجموعة المشاركة يساوي عدد أناصر ال H إذن هي فقط جمع أو ضرب بأناصر ال H فإذن أناصر ال H أو أوردر ال H لاحب أمامنا فرابنا M إذن كل المجموعة المشاركة رح تكون أوردرها يساوي M فM زائد M إلى K من المرات M من K M في K ويساوي لي N إذن ال M تقسم N إذن أوردر H يقسم أوردر G وصلنا إلى نتائج نظرية Lagrange وهذه النتائج هي أربع نتائج نتائج مهمة جداً وقصيرة ومطلوبة بالامتحان وهذه هي تنهيلي الفصل الثاني هذه النتائج نبدأ بالنتيجة رقم واحد If G star is a finite group then the order of any element of G divides the order of G يعني شنو معناته يعني أوردر العنصر للزمرة المنتهية يقسم أوردر الزمرة نفرض أنه G star finite إذا finite يعني أوردرها رح يساوي لي N ولد A ينتمي إلى G يؤدي أنه A is a finite order لأن الزمرة منتهية فأكيد الأي أيضاً الأوردر إلى finite such that order الأي يساوي تبروف أوردر A يقسم أوردر G Since الأي ينتمي إلى G فلو نعتبر هذا الأي يولد subgroup H ورح تكون الأي هي cyclic group الآن إذا cyclic ومؤلدة بالعنصر A فرح تكتب بالشكل للتالي أي اس واحد أي تربيع إلى A اس M الذي يساوي identity فأوردر H يساوي أوردر A ويساوي M من نظرية سابقة إذا هذه منها رح يكون أوردر يؤدي أنه أوردر H تقسم أوردر G بواسطة نظرية Lagrange وأوردر G هو نفس أوردر العنصر نعوض عن أوردر العفو H بأوردر العنصر فإذا أوردر العنصر يقسم أوردر G النظرية رقم 2 If G star is a finite group then A اس أوردر G يساوي identity وكل A ينتمي إلى G البرهان برهان بسيط وقصير نفرض أن أوردر G يساوي N وليت A ينتمي إلى G بحيث أن أوردر A يساوي M بواسطة النظرية السابقة و Lagrange سيكون أوردر A يقسم أوردر G إذن ال M تقسم N وال M تقسم N معناتها ال N تساوي M K رح نجي نشوف ال A اس أوردر G شي ساوي هذه تساوي أوردر G يساوي N نعوض عنها ويساوي ال N تساوي M K رح نجي نعوض عنها M K وبهذا الشكل تكتب وتساوي لي ال A M تساوي للايدنتي اس K ويساوي E حسب النتيجة السابقة فإذن أوردر ال A اس أوردر G يساوي للايدنتي لكل A تنتمي إلى G هذه النتيجة واحد واثنين نجي للنتيجة رقم ثلاثة يجي تلاثة Every group of prime order is cyclic الآن أريد أبرهم أن كل أوردرها prime أول أدد أولي تكون cyclic let G star be finite group وأوردرها prime يعني أوردر G يساوي P بواسطة النظرية رقم واحد أفو نتيجة رقم واحد للاقرانج theory يؤدي أن أوردر العنصر رح يقسم أوردر G اللي هو B فلكل A ينتمي إلى G معناتها أوردر ال A رح تكون أما واحد أو B إذا كان أوردر A يساوي واحد فإن الأي تساوي فقط وإذا كان أوردر A يساوي B يعني أوردر العنصر رح يساوي أوردر G اللي هو B وإذن ال G تتولد بال A إذن ال G star is cyclic group الآن نتيجة رقم أربعة نتيجة رقم أربعة Every group of orderly than six is commitative يعني أي زمرة الأوردر اللي هي أقل من ستة تكون commitative أبدالية let G star be finite group بحيث أن الأوردر G أقل من ستة يعني أوردر G رح يكون واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة طبعا بالملزمة هنا مكتوب ستة أحذفوها لأن هي أقل من ستة لا تساوي ستة if order G يساوي واحد فإذن يعني G يحوي على الأنصر المحايد فقط وإذا المحايد رح تكون G commitative وإذا أوردر G يساوي ثنيا أو ثلاثة أو خمسة هذه الأعداد ثلاثة هم prime بواسطة النتيجة الثالثة السابقة إذا كانت prime رح تكون cyclic ويؤدي إنه إذا cyclic رح تكون G commitative لأن every cyclic هي commitative if order G يساوي أربعة إذن order A رح يساوي لي واحد أو ثنيا أو أربعة فإذن إذا order A يساوي واحد رح يؤدي إنه A يساوي identity وإذا order A يساوي ثنية لكل A يؤدي إنه A تربية يساوي E ويؤدي إنه كل عنصر نظير نفسه وإذا كل عنصر نظير نفسه فالG رح تكون commitative group إذا order A تساوي أربعة إذن order A رح تساوي order G وإذن G تتولد بالA فهي cyclic وإذا cyclic فالG commitative وفي كل الحالات رح تكون G هي commutative ونهاية الفصل لديكم exercise أعدكم هنا السؤال الأول find all subgroup of Z خمسة مع جمع قياس خمسة السؤال الثاني هنا بالخطأ حاطي بهذا الفصل هذا السؤال يتحول إلى الفصل الثالث الآن السؤال الثالث وإذا أردت if H يساوي 0 و 6 و 12 و 18 show that إنه H مع جمع قياس 24 is a cyclic subgroup of Z 24 مع جمع قياس 24 و list the element of each coset of H in Z 24 هذا يحل بطريقة partition التجزئ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته